من هو رئيس وزراء العراق الجديد وما علاقته برؤى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وحدة الدراسات العراقية في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية فصلت دراسة وافية عن معلومات حصلت عليها من مقربين للتيار الصدري سيما لزعيم التيار مقتدى الصدر الذي يحمل رؤى عديد حول مستقبل العراق السياسي وصناعة هيبة الدولة وهي ما يحملها رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي الحظوظ القوية التي تدعم فرصة الكاظمي بالاستمرار الى ولاية ثانية يرأس بها الحكومة الجديدة تأتي للأسباب التالية أصبح الصدر أكثر خضورا لترشيح الكاظمي ب73 مقعدا وهو الأعلى بين جميع الكتل والأحزاب السياسية والذي يعلن دائما أن لا ملاحظة له على أداء الكاظمي لا توجد ممانعة عربية إقليمية أو دولية لأعادة ترشيح الكاظمي والاعتراضات على شخصه بعد تحقيقه نجاحات سياسية واقتصادية وبنائه علاقات جيدة مع المحيط العربي أدركت الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون أن الخريطة الإقليمية تغيرت والأوضاع ليس على هواها وطموحاتها وهذا يشكل رقما إضافيا للكاظمي ساهم الكاظمي في تغيير قانون الانتخابات وفسح المجال بمشاركة شباب الاحتجاجات الشعبية تبنى مجلس الأمن الدولي والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية نتائج الانتخابات والاعتراف بنزاهتها وهذا عكس صورة جيدة لأداء حكومة الكاظمي الذي تعهد بإجراء انتخابات مبكرة ووفى بالعهد وبحسب المركز فإن إصرار مقتدى الصدر على تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية يعني مغادرة العراق الاستفافات الطائفية والمناطقية السابقة وهذا موقف وطني يسجل له فالصدر يتمنتع بشعبية كبيرة وبدأ في التناغم مع خط رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو خروج العراق من عباءة الهيمنة الإيرانية اشتركوا في القناة